اوه هيتفلك يعيط على حاجة وتدهاله عارف لو عملت كده كل مرة هيطلب الحاجة منك هيعيط عشان ياخدها كده انت معلمتهوش معنى الطلب او معنى ان هو يعبر عن رغباته انت خليتي الطريقة الوحيدة اللي يقدر يعبر بها عن رغباته وهي العياط كل ما يقص حاجة هيعيط عشان عارف ان انت هتدهاله لكن لو عارف ان انت مهما يعيط هو مش هياخد الحاجة دي الا لما يسكت هيعرف ازاي تعامل صح ويبدأ يطلب ويقولك انا عايز كذا بدون عياض بدون زن هو اكيد بيسببلك احرام فانت لازم تعليم طفلك معنى الطلب معنى الطلب او مهارة الطلب دي مهارة مهمة جدا دايما نلاقي الامهات لما بنبقى وقفين في مكان او سوبر ماركت ابنها يعيط على حاجة فعشان بتبص حواليها الناس بص عليها فتقوم بتدياله الحاجة عشان يسكت وده غلط جدا من رأيه والصح ان انت ما يهمكيش الناس خالص على قد ما يهمك تربية طفلك وتعلميه من خلال المواقف الاجتماعية انت تخلق قدامك دلوقتي موقف اجتماعي مهم جدا ان هو في وسط الناس وفي مكان بنشتري منه حاجات وبدأ يعمل السلوك غلط في الموقف ده انت لازم تعديليه تبدأ يتعدلي سلوكه من خلال الموقف الاجتماعي اللي تخلق فلازم تستغلي كويس جدا الموقف الاجتماعي اللي انت تحطيتي فيه عشان تربي ابنك وتعرفي ازاي تقويني سلوكه وتعلميها طاية الحاجة مش هتاخدها وده يبقى مدأك هيتعلم صدقيني وهيتغير تماما تبعي قناتي على اليوتيوب باسم اخي الصائد تخاطب بسم حسين اشتركوا في القناة